مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله نستعرض سوياً لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع حيث تكون الأجواء مستقرة يوم الأحد لكن حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين وأيضاً حالة مطرية في نهاية هذا الأسبوع مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ في البداية اعتبارا من يوم غد الأحد الأجواء تقريبا مستقرة ارتفاع قليل على درجات الحرارة أيضا الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا لكنها باردة نسبيا في النهار باردة في الليل والحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 17 والصغرى 10 المرتفعات الوسطى 12 إلى 7 والمناء المرتفعات الجنوبية 9 إلى 3 وخليج العقبة 21 إلى 11 الأغوار 22 إلى 12 درجة مئوية والبادية الجنوبية الشرقية 14 إلى 6 والبادية الشرقية 15 إلى 6 درجات مئوية يوم الاثنين تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذلك تكون الأجواء غائمة جزئيا أيضا تسقط زخات رعدية من المطر بدءا من المناطق الجنوبية بما فيها العقبة وأيضا ترتفع وتصل الأمطار إلى المناطق الوسطى والشرقية وبعض المناطق الشمالية إذن الأجواء يوم الاثنين باردة نسبيا غائمة جزئيا زخات رعدية من المطر الأمطار تكون غزيرة أحيانا خاصة في فترة ما بعد الظهر وبالذات في المناطق الجنوبية غزيرة ومصحوبة بالبرق والبرد والرعي قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان السيول في الأماكن المنخفضة الحرارة المتوقعة في المرتفعات الشمالية 16-9 المرتفعات الوسطى 10-6 المرتفعات الجنوبية 6 إلى 3 أجواء باردة والأغوار 20 إلى 10 أجواء غائمة جزئيا من زخات رعدية من المطر خاصة في منطقة البحر الميت والعقبة 19 إلى 10 أيضا العقبة في فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر والبادية الجنوبية الشرقية 12 إلى 4 والبادية الشرقية 12 إلى 7 درجات مئوية يوم الثلاثة تستقر الأجواء بإذن الله لكن في فترة الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط بعض الأمطار في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة الأجواء بشكل عام باردة نسبيا وما بين مشمسة وغائمة جزئيا المرتفعات الشمالية العظمى المتوقعة 15 والصغرى 10 المرتفعات الوسطى 10 إلى 6 والمرتفعات الجنوبية 8 إلى 4 الأغوار 21 إلى 11 درجة مئوية والعقبة 20 إلى 11 البادية الجنوبية الشرقية 12 إلى 4 والبادية الشرقية 11 إلى 5 درجات مئوية يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء المستقرة والمشمسة نهارا وباردة نسبيا والأجواء الباردة ليلا المرتفعات الشمالية 16-10 والمرتفعات الوسطى العظمى المتوقعة 12 والصغرى 6 المرتفعات الجنوبية 10 إلى 4 الأغوار 22 إلى 12 درجة مئوية وخليج العقبة 21 إلى 12 البادية الجنوبية الشرقية 13 إلى 5 والبادية الشرقية 13 إلى 4 درجات مئوية يوم الخميس أيضا يقترب من المنطقة منخفض جوي يتمركز في شرق البحر المتوسط يؤدي إلى انقفاض على درجات الحرارة وتكاثر الهيوم بإذن الله وإن شاء الله اعتبارا بعد ظهر يوم الخميس وبعد العصر والمساء والليل تسقط الأمطار بدلا من المناطق الشمالية والوسطى وتمتد لاحقا إلى معظم مناطق المملكة مع انقفاض على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المرتفعات الشمالية 13 وصغرى 9 المرتفعات الوسطى 10 إلى 6 والمرتفعات الجنوبية 8 إلى 4 والأغوار 21 إلى 11 والعقبة 20 إلى 11 والبادية الجنوبية الشرقية 14 إلى 5 والبادية الشرقية 14 إلى 5 درجات مئوية إذن في تغير على الأحوال الجوية بدءا من بعد ظهر يوم الخميس وبتستمر في المساء والليل وحتى صباح يوم الجمعة حتى يوم الجمعة تكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا تبقى فرصة طول الأمطار موجودة في بعض المناطق الشمالية والوسطى والشرقية تمطار متقطعة وأيضا متفرقة المرتفعات الشمالية العظمى المتوقعة 14 وصغرى 10 المرتفعات الوسطى 9 إلى 7 المرتفعات الجنوبية 7 إلى 4 الأغوار 20 إلى 10 وخديج العقبة 19 إلى 11 البادية الجنوبية الشرقية 12 إلى 4 والبادية الشرقية 12 إلى 6 درجات مئوية مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة خاصة في الليلة القادمة وما بعدها بسبب تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر ونتمنى الجميع السلامة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر